يحوي الكون مئة مليار مجرة وكل من هذه المجرات تحوي حوالي مئة مليار نجم وللعديد من تلك المجرات كواكب تدور حولها كيف نبحث عن الحياة في هذا الكون الشاسع؟ إنه كالبحث عن إبرة في أكوام قش يجب أن نركز بحثنا على الكواكب التي قد تدعم الحياة كيف تبدو هذه الكواكب؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال لننظر إلى كوكب الأرض لأنه الكوكب الوحيد الذي نحن متأكدون أنه صالح للحياة عندما ننظر إلى الأرض نرى عالما مائيا ليس صدفة أن ثلاثة أرباع السطح مغطات بالمحيطات الماء ضروري للغاية لجميع أشكال الحياة كما نعرفها لذا نتحمس بشكل خاص للكواكب التي يتوفر بها الماء الماء شائع جدا في الكون لكن الحياة تحتاج إلى الماء السائل للجليد ولا البخار هناك ثلاث عوامل ضرورية لوجود الماء السائل يجب أن يكون الكوكب كبيرا بحيث تمنع الجاذبية جزئات الماء من طيران المريخ أصغر من الأرض لذا جاذبيته أقل وللمريخ غلاف جوي رقيق وليس على سطحه أي محيطات يجب أن يكون للكوكب غلاف جوي لأنه بدون الغلاف الجوي يكون الكوكب في فراغ والماء لا يستقر في الفراغ ليس لقمرنا غلاف جوي وإن سكبت الماء على القمر إما سيتحول لبخار أو يتجمد ويتحول إلى جليد فلا يمكن للماء البقاء بدون ضغط الغلاف الجوي يجب أن يقع الكوكب على البعد الصحيح من نجمه إن كان قريبا جدا ترتفع درجة حرارة سطحه وتتحول المحيطات إلى بخار وإن كان بعيدا جدا تغبط درجة حرارته ما يجعل المحيطات تتحول إلى جليد النار أو الجليد بالنسبة للحياة لن يكفي كلاهما المنطقة المثالية التي يمكن للماء فيها أن يبقى بحالته تشبه حزاما يدعى النطاق الصالحة للحياة علينا أن نبحث عن الكواكب ضمن النطاق الصالح للحياة هناك الفرصة الأفضل للعثور على كواكب كالأرض النطاقات الصالحة للحياة مكان جيد للبحث عن كواكب مأهولة لكن هناك تعقيدات لا يكون الكوكب صالحا للحياة لمجرد وقوعه هناك لو كنت عالم فلك فضائي لرهنت أن كوكب الزهر صالح للحياة حجمه مناسب وله غلاف جوي ويقع ضمن النطاق الصالح للحياة وقد يراه عالم الفلك الفضائي توأم الأرض لكنه غير صالح للحياة على الأقل ليس على سطحه فهو حر للغاية الغلاف الجوي للزهرة مليء بثاني أكسيد الكربون وهو أبرز غازات الدفئة يكاد غلافه الجوي يحوي بكامله هذا الغاز وهو كثيف جدا درجة الحرارة على سطح الزهرة كافية لصهر الفولاذ والكوكب جاف تماما يجب أن نعرف أيضا تركيبة الغلاف الجوي للكواكب ذات الحجم المناسب والمسافة الصحيحة عندما ننظر إلى الأرض على نحو أعمق نكتشف جراثيمة تعيش في جميع أشكال المناخ القاسية نجدها بين التشققات الصخور على مسافة أميال تحتنا وفي المياه الغالية في المحيط وفي المياه الحامضية للينابيع وفي قطيرات الغيوم هذه الأحياء ليست نادرة يقدر بعض العلماء أن كتلة الجراثيم التي تعيش تحت سطح الأرض تساوي كتلة الأحياء فوق سطحها لا تحتاج هذه الجراثيم للمحيطات أو أشعة الشمس تشير هذه الاكتشافات إلى أن هذه الكواكب جزء يسير من علم الأحياء الفضائي قد تقوم الحياة في المريخ ويمكن أن تزدهر الجراثيم في قمر المشتري يوروبا أو ربما تقع محيطات تحت قشرة جليدية كما أن محيطا آخر موجود تحت سطح القمر في كوكب زحل إنسلادس هو مصدر الينبيع هل تنطر تلك الينبيع جراثيما؟ وماذا عن أشكال الحياة التي تعتمد على سائل آخر غير الماء؟ ربما نحن مخلوقات تعيش في بيئة غير طبيعية ربما النطاق الصالح للحياة كبير لدرجة أن هناك مليارات الإبر في أكوام القش ربما تكون الأرض أحد العوالم العديدة الصالحة للحياة الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي الذهاب والاستكشاف تابعنا وأشبع فضولك